موسيقى عائشة كبرت في عائلة حرفية أستاذة ثم خياطة ومن بعدها سلكة مسار صناعة المجبهرات لتبدع فيه بشتى الطرق كلمات وتعابير مرصعة على القلادات وأساور جد جميلة كل هذا في عدد اليوم من الديتها على جدي موسيقى خطير عائشة حرفية في مجال المجوهرات أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجيكم الديتها على جديد كل عادة وكما ولفناكم حرفة جديد وحرفة جديدة وليوم معنا مع مدام عائشة مرحبا بكم معنا مرحبا بكم عندي في الورشة لا يسلمك شكرا على استقبال ديالك لا يسلمك مرحبا بكم شكرا مدام عائشة كيف تحكي لي على الحرفة تاعك كيف تعرف فيها هذه الحرفة هي حرفة من اللي كنت صغيرة من اللي نخدم عمل ونكون مرتاحة فيه ونقدر نبدع فيه ونقدر نحبه على بعض لذلك الحمد لله ربي سهل في هذا الدومان وشكرا مرحبا وكيف كانت البداية تاعك السناعة الحالية؟ في الوادي صغار كان عندهم كان السنة حمي تراوح ما بين ثلاثة ونوفوني كنت في التعليم لذلك أدو كيتي باش نفوت وقت كبير مع أولادي ولكن مع الوقت حبيت نخدم حاجة في الدار لا حبيش نخرج ومع مطنون حبيت نخدم لأنه هذا كروتين كل يوم لا ممشوز بدت بالخياطة ودبت وبعد ما ما سهل لش ربي في الخياطة سهل في مجال واحد اخر وهو صناعة المجوهرات وكيف يعني علاقة بين الخياطة وصناعة المجوهرات؟ الخياطة والمجوهرات عالمين متكاملين وكيف يكون لباس شباب لا يوجد مجوهرات يكملوا ذلك العمل يكون ناقص، يكون كاين ناقص لذلك مجال الخياطة ومجوهرات عالمين متكاملين داكا، وش هل عندك عبب خيونتي في هذه الحرفة؟ من دا ملدوز؟ في البداية بدت بتركيب الأحجار ببعض الأحجار على البداية، نحن في دارنا الفامي تانا، خالتي، عمتي، من اللي كنت صغيرة نشوفهم يخدمون دي ما عندهم أعمال في اليد ممالا يذكرها على خير يجب أن تتعلموا حاجة وحرفة يجب أن تحكموا كتاب يعني عائلة فنية؟ يجب أن تكون لديك عامل مم يمكن أن تنقرة في الجامعة، ندخل من الجامعة عندي خياطة، عندي برودغي، عندي كخوشي عندي نوفغاج، دايلة دو كوته يجب أن ندخلوا، يكون عندي وقت فرغ نحكم هذا، وننخدم، نتفرج راتيلا الأساسيال تجوغ اللي قلنا نتمكنوا من حرفة جديدة من عملية جديدة، من طورفة من أنفسنا داك، قولي لي، كيف متخصصة أنت في صناعات الحولية بالفضة؟ أنا من البداية بدأت دخلت عدة ورشات في المسان، في تيزي وزو، شفت السحاب سوق هراس حرفي من سوق هراس، كيف يخدم، شفت تعباتنا كيف يخدمه طالحت سحاب توقورت، العمل الفضة في الجزائر مو تنوع مو تنوع كثير، من المنطقة الأخرى تسابي نشوفوا اللي بيجو كابيل فيهم ليماياج، اللي بيجو ترقي فيهم لغرافور، تعلمت العديد من التقنيات، لكن باش واحد يكون يتقن مليح حاجة يجب له يسو سبيسياليزة دانزين سبيسياليتي بلو ماما راني ديولو تكوباج، لسرتيساج، لغرافور، والحمد الله وعندك لمسة لي، يعني لمسة سبيسيال تالسيدة عائشة؟ المسات التوعي مع سورس دانسپيراسيان سوسمي كليانت هما اللي جيبوا لي كل مرة جيني واحدة ديفيرانة، كل واحدة مختلفة عن اختها كل واحدة جينيوك فكرة جديدة، في الفيديو اقول لك هذه الفكرة مرحب توطيح مع ثّاني مع مراجعة، من giờسي المشاة، وضع الإست owning التجاري في termina بيجو يكون عنده إقبال كبير، يكون عنده راوج كبير، مثلا في الكاليغرافي كل واحدة تجيب ليو انفخاص، حبتها تأكثر فيها كثيرا، تقول لي شمس الأمل تشريكم من جديد، هوا فخاصي يقولون عن تفاؤل، بإسبار، بإمور، وبعد الفكرة الثانية نشوفها فنالما عجبت واحدة أخرين. نرى الكثير من الفلشين وممم ديباغ ديغوما تخدمهم فيهم ديستاتيون. منين نجيبها دوك ديستاتيون؟ منين كان ديستاتيون نحبهم منذ مزمان. كان ديستاتيون نحبهم منذ مزمان. كان ديستاتيون أطروفية تعال الشعراء أو مثلاً تعال المتنبيين غاب عني فالروح ومسكنوا ومن يسكنوا الروح كيف القلب وينساء. هادي ديستاتيون من البكرية الترفية بالفخased التي نحبها فيها. مجرد حيث يكون يصدر فيها سيواقري لبابي كاهم ومجرد توقف واني تردت في أي باب نقره حيث يصدر فيها حيث يصدر فيها. وفيما هو نحب عليهم شيء أخرى الذي لديهم نحب عليهم. لين ليس يصدر فيها على الحصول على المحتوى. william انت الجانب على التذكر. داكوة. أقول للمواد الأولى هل متوفرة في الأزائر؟ كان يتحدث من الأحجار ودائما نتكلم عليها أنه كان الأحجار طبيعية موجودة في السود تامنراسط وكان بثائر تايوغ دو بياغ لكن لدينا مشكلة في التواصل مع الحرفيين الحرفيين هم بعد علينا الأحجار ما علمناش مكاش هنا دي بواند فانت كان مشكلة كبيرة على الأحجار لدينا نخدم مع دو بياغ تالجزاير مالغوز ما نخدم مع دو بياغ تالجزاير وهما تاني يعجبون تتفاصل داكور داكور وقلي أسكن مدى الأولية يعني غالية التامن ولا في متناول الحرفيين ودبي بديت نخدم بالنحاس والنحاس رخيص برغبور للفضة ما العمل في النحاس والفضة هو هو دونك تعب هو هو دونك تعب بتعب تعب على المتياق بيونابل دونك تعب على الفضة فلنخدم مع الفضة سي فري كالفضة عندها عندها تمام لكن سا دور دون لطن ما تخافش عليها سا سوكسيد ما سا سنتوا دونك إلا واحد رحب امبيجو يقعد له أبي هل يوجدون عني أنهم لنه تحرك او بالفضة؟ كما تعبون في المنحاس فإن أنهم يجعلون المرور لدينا أيضا امبيجو يشكو كما تعبون الفضة؟ هل يمكنك المذال عنه؟ انهاات لتدخط في وقت 20 منوضاً. لاحقاً من العامة التي يتبه عليها على سبيتي. أي ذلك منذ أيضًا التي يعتبر الرجالات. كما يتمكنني أن أعجب معكم كماDA ، الدفع على صبيتي. تدخل منه من حجمات الأرض التي أفهمتها كما تفعل. كنت يتذكر قائم حوالي عشر سنوات في هذه القصوة. ما يجب أن تذكره لك أنت أشبك؟ القصة التي أتردت فيها كثير هي خطرة كنت في معرض وكنت حتى يأتي العنبر العنبر هو حجرة تتخدم بلد فيها القروفل فيها مواد أوليات تخدمهم النساء الجزائريات يخدموهم ونحن نديرهم تركيب فوق البياس كجوفة خطرة جاهز علي الشيخ وقف وقال لي ما نش عارف عليا ما ريحتي ما راهي هنا في سطنت تاعك هو كان يشم في العنبر معرفش منين ديك الريحة ما يحبس وقال لي قال لي ما مفهمش علاه جاي تو تسويت كامبخي دون عنبر شمه دمعت عينه وراح هذا القصة اللي كانت عندي مع العنبر ما ننساهش داكو داكو وقولي هاد الحرفة دوكا والت المهنة التاع كانت تكسبي قوتك بيها وكامل نعم ، الحمدلله يا ربي يتمنى أنت أحذر نحب هذه المهنة لذلك لا نفعله. لذلك نحب هذه المهنة. ماذا مع إيشا؟ ما هي الأدوات التي تصنع بها من الحليل؟ الأدوات هي المنشار لتقطع المنشار لأن كل قطعة هنا و كل أساس كريم تصبح ومكس في المنشار لتصبح المنشار ، لتصبح الأشياء لتصبح الأجوار، لتصبح الأجوار نحن نفعل ملابسة ، لدينا رمضة لدينا نقصة كريم هل تستعمل على الأدوات؟ هل تستعمل على أحدهم؟ أكثر من أحدهم؟ كانت نحلي حاجة من هذا للمنشار نقص لا نستطيع أن ننفذها لذلك ننفذها ونقصد على الأرض ويجعلون جميع المشاريع لتحديث على التقاليد الجزائري. ماذا مع إيشة؟ ومشاريعك المستقبلية؟ أحبت عندي الكثير من المشاريع. إن شاء الله يساعدني ويساعدني لتحقيقهم. لكن الذي يجبني أكثر من المشاريع هو أن يقوم بإمكاني بجودة تقاليدة تحديثة تحديث بعض المجاهرات الجزائرية إذا كانت أكثر من المشاريع في المدى الفضاء من المشاريع التي نجدها إلى المشاريع ويجعلونهم أخطاء موضوعين مباشرة. إذا لم أقوم بإذن الله كانت الرعاشة التي تنبسها على كسبة حول الجغوى من الجغوى والمشاريع التي نتبسها على الرعاشة وسبب المشاريع التي تناولها لديهم ما يشارك الأشياء يتبس المرأة الجزائرية المستغلمية فوق راسها مثل الزوج تضع فوق راسها هو يحميها و هو السند التاحة و كي تلبس وتلبس الشدة التاحة تضع السقر فوق راسها لذلك الشاك يتبس الجغيان عنده ينستواغ عنده قصة مدابية نبحث في هذا المجال و مدابية نخدمهم باليد إن شاء الله إن شاء الله ومنه أعزائي المشاهدين نلحقنا لنهاية عدد اليوم نتلقوا في هذا المقبل إن شاء الله نفس التوقيت و نفس المحطة دمتم في رعاية الله و حفظه مع السلامة